السلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بومتك وتقدر تقول كده من دلوقتي أنا رجعت الحلقة دي أنا بقدم فيها سلسلة جديدة من أربع سلاسل القناة دي في الأسابيع اللي جاية هنبدأ ننشر سلسلة سلسلة وهنبدأ نتكلم عن كل حاجة لوحدها وهنبدأ نتكلم في حلقات أكتر بكتير وفعلاً حاجات مسيرة للإهتمام مش هزحل عليك الموضوع ولكن فعلاً لفترة الجاية هتشوف حاجات جديدة جداً للقناة دي حاجات أول مرة تشوفها عليها وأول مرة تشوفها أصلاً في المحتار العربي فإن شاء الله يجبكم خلاني أعرف إيه هي السلسلة دي سلسلة النهاردة هي حاجة بسطة جداً وهي الربح الانترنت بتراية عامة لحد دلوقتي ما عرفش اسم للسلسلة دي وما فكرتش بصراحة في اسم ولكن بغض النظر عن الاسم فخلاني الأول كده نعتبرها هي طرق للروح الانترنت بشكل عام الشكل العام ده هو إيه مثلاً في CBA ده شكل عام ولكن بنتخصص لحاجات جوه ومواقع والمحوارات في CBA جوه كذا حاجة طيب حاجة تانية موقع الكتروني مثلاً لو أنت عملت موقع في إعلانات في حاجات في طرق في استراتيجيات كل حاجة بيتخصص لحاجات تانية ولكن احنا هنتكلم عن العام بمعنى آخر السلسلة دي هتبقى سلسلة موقع يعني ايه موقع؟ يعني هنشر فيها كل فترة أو كل ما نجي نعمل فيديو هيبقى كله عبارة عن موقع هنتكلم عن موقع معينة مش موقع واحد ولا اثنين هيبقى اكتر موقع ولكن كل موقع هيكون بيتكلم عن حاجة معينة هنتكلم عنها في الحلقة بعتزر عن المقدمة ما عرفش هي طويلة لا ولكن بعتزر عليها وأصلاً مفروض نكتب ده بدون اي مقدمات ونبدأ عارضوه في حالة النهاردة الاستطلاعات كلنا عارفين عن استطلاع وكلنا عارفين وبنخاف الموضوع الاستطلاعات ده اه يا عامة شركة اسرائيلية ملناش دعويها نصطبينا على فكرة الموضوع ده ماليوش لازمة ده كله كلام في الفاضي كلنا عارفين الاستطلاعات حاجة حلوة او على الاقل انا عارف الاستطلاعات دي حاجة كويسة جدا وناس كدير شغالة فيها فكرة بحاجة بسيطة يوجوف لو تفتكري يوجوف اللي الشعب مصر كله استغل عليه وكتير جدا سحب خمسين دولار واكتر من كده جوهر موقع الاستطلاعات دي كلها هي حاجة واحدة بس صدقك مع الموقع دي اكتر حاجة موقع الاستطلاع بيقدر انه يقيمك عليها انت بتاخد فلوس مقابل ايه؟ مقابل انك تكتب اي معلومات؟ لا ده ما ينفعش هو الراجل بيبقى عارف شوية معلومات او يعني لو جيت تخوش على ايه موقع الاستطلاع او الاستطلاع بيسأله لك هو الاستطلاع اللي بيقوله الشخص ده جاي يهزر ولا جاي يتكلم بجد الشخص ده جاي يستهبل علينا ولا جاي يشتغل بجد ايه هو الاستطلاع ده؟ انت عندك كم طفل انت بسا قلت له مش متجوز انت قلت له في الاختيارات مش متجوز هيقولك انت عندك كم طفل لو انت اخترت ايه اختيار ومقاريتش السؤال هتختار طفلين بس انت مش متجوز معك طفلين طبعا بداية من الحتة دي هو بياخد باله انت راجل جاي تهزر وجاي عايد تكسب فلوس ملفاضي والموقع طبعا مش هديك فلوس على الهبل فانت لازم تاخد بالك اوي من الاختيارات اللي بتختارها لازم تاخد بالك اوي بانك تخش في استطلاع انت فاهم فيه وانك عارف انت بتكتب ايه كويس وتبقى فاهم كل الكلمة التي تكتبها لان اللي انت بتكتبه ناس كبار بيقروه ناس كبار في المجال يعني بيقروه او في المجال اللي انت بتكتب فيه عمتا فالناس دي بتقراء وبتقيمه ومقابل ده بيدوك الفلوس غير كده مش هيددوك فلوس النهاردة معنا موقعين كويسين جدا من الاستطلاع الاتنين بيدفعوا الاتنين موصوكين جدا منهم موقع تقدر تقول عليه عربي وموقع اجنبي الاتنين حصل من بعض بصراحة مقدرش اقول لك ان ده حلو وده وحش ولكن الاتنين ممتدين فخلنا ندص على موقعين وما خلناش نطول اكتر من كده في مواقع بالاستطلاقة ممكن تكسب فلوس كثيرة جدا دي يعني حاجة اللي حاجة بضيفها لك لكن في مواقع تانية يتكسب فلوس اهل ولكن المواقع اللي تكسب فلوس كثيرة جدا مش تطير تكسب منها حاجة وفي الاخر مش تتفيد اي حاجة بالفيديو ده فبالتالي لأ انا جايب لك موقعين هتقدر تكسب منه انت كمبتدئ هتعرف تكسب منه فلوس ده اللي انا عايزة اوصول لك بس الموقع الاول هو موقع السواج باكس الموقع ده بكل سهولة هو كل اللي بتعمله انك لما بتعدل استطلاع او بتعمل استطلاع بتاخد نقط النقط دي بتحولها لفلوس على بايبل مشكلة البيبل ده هنحلها في اخر الفيديو فخليك مستني الاخر لكن موضوع الاستطلاع في سواج باكس هو سهل جدا بيسألك في الاول طبعا الاستطلاع اللي اترك عليه في الاول اللي انت لازم تعمله كويس جدا وتركز او في كل سؤال هيسألك عن نفسك شوية اسئلة عبقوا ايه يعني لو انت جابت رح السئلة دي صح هيجيب لك استطلاعات موافقة للاسئلة اللي انت سألتها اللي انت سألتها تمام قلتوله انا مش بتجوز ما عنديش اطفال قلتوله انا سيني كذا هيجيب لك استطلاعات لها علاقة بالمواض活 ان انت مثلا 20 سنه او 15 سنه او او يعني 20 سنه مثلا هيجيب لك اطلاعات لها علاقة بالسن ده يعني مش ليها علاقة بالسن لكن تفهم فيها مش هجيبك حاجات كبيرة قوي او ناس كبار اوي نفس هذه الفكرة بس جيل في الموقع ده بكل بساطة هو بس انك هتفتح الموقع تعملpiej فحتلاقي تكتب كل معلمات بتاعتك عادي جدا اميل ليس محتاجة للكلام ده كله وبس بتنسل اي اوب وبعد كده تدخل بيقول لك اعمل اكتيفيت للأكاونت بتاعك بتخش على الجيميل وتعمل تفعيل الأكاونت وطبعا بيفتح حوالك الأكاونت على الاستطلاع اللي اقتلك عليه وبتعمل كل حاجة بصدق تمام تمام هو ده الجوهر بتعمل مواقع الاستطلاع ملحوظة بسيطة بس بل ما نخش على المواقع التاني اللي هو عربي تقريبا فبالما نخش على المواقع ده خلينا نقول لك انك طول ما انت بتعمل او طول ما انت مستمر في مواقع الاستطلاع دي طول ما بيجي لك استطلاعات اغلى دي برضو حاجة حطها في دماغك كل ما انت مستمر كل ما بيجي لك استطلاعات اغلى تمام كل ما انت بتعمل استطلاعات بصدق اكتر كل ما بيجي لك استطلاعات اغلى كل ما انت بتفيد الناس ويحسوا ان في قيمة من اللي انت بتقولوا كل ما بيجي لك حاجات اغلى وبتعلق في الرنك بتاعك اكتر فبالتالي هيجلك فلوس اكتر تمام؟ عشان برضو دي حاجة في النص كده اللي تنتعرف الموقع التاني هو موقع حلو جدا لسه شايف برضو كان معمول له اعلان على جوجل ومش عارف ايه الموقع ده اسمه موبرج الموقع ده بكل بساطة هو موقع استطلع بيدفع فلوس بالجنيل مصري عادي ويدفع بالطلع عادي فبالتالي الموقع ده مميز جدا ممتاز جدا انك تلاقي حاجة بتدفع بجنيل مصري فعرف الموقع ده عربي وش فتمام؟ この мوقع ده سهل جدا زي الموقع اللي فات بالزبط التسجيل فيه صين او ف نفس المعلومات جلبيل others بعد كده بتدخل بطلق برضو نفس الاستطلاع اللي انا قلتلك حاليل اللي هتلاقيه في كل موقع لازم تقوله او لازم تكتب او تختار الاستطلاع ده كل حاجة تختارها صح لازم كل حاجة في الاستطلاع ده تعملها صح ده اهم الاستطلاع哈 تعملو في حياتك هو الاستطلاع لا يحدد كل حاجة بعد كده ليك في الموقع عشان الناس اللي بتقول لي انا بدخل على الموقع وبعمل كذا 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 وبعمل الاستطلاعات و مش عارف ايه ولكن للأسف انا باخدش فلوس او بطرد بتعمل اللي بان من الموقع لان انت بيعمل ما بتعمل الاستطلاع بتاعك بكذب ما بتصدقش في الاستطلاع بتاعك بتكذب كل انت بتكتبه بتكتب اي كلام فاكلت صحاب الموقع ما بيشوفوش صعب بتعمل حاجات غريبة في الموقع فبالتالي الموضوع ده هو اللي بيضيعك في المواقع نهاردة بطلقك على موقعين مواقع الستطلاع من اهم المواقع اللي مشوفتها الحد دلوقتي في مواقع الستطلاع يعني ما تلسىش تمائل لايك والتبسكرايب عشان لست هكمل لست هكمل فحنكمل موضوع البيبال ايه مشوكية البيبال هو كل اللي بيعمله في مواقع الستطلاع ده لو بيطلو بلك اكاونت بيبال لما تجي تطلب صح من اي مواقع مواقع الاستطلاع زي سواج بوكس او موبروج كل موضوع بكل سهولة هتحط بيبال وسيط بس طيب ايه الوسيط والحوار ده هنعمل حاجة رويبة جدا في الحوار الوسيط ده هيسهل لك عليه هيسهل لك الموضوع كله ولكن حاليا اتعامل مع الوسيط اللي سيبولك قاسة في الفيديو هو بسيطنا هتتعامل معها عادي جدا هيديك اكاونت بيبال هتحط الاكاونت هيدفعه الفلوس للاكاونت ده هتديك الفلوس على اي وسيلة انت عايزها بكل البساطة دي بس خش اقول له انا عايز بس اكاونت بيبال هبعتلك عليه فلوس من شركة كذا كذا بس بس كده ديك الحلقة نهاردة ان شاء الله تكون عجبتكو وباذن الله لو عجبتك الحلقة دي اعمل لايك الفيديو وشترك في القناة وتو ما تشفتي ولازم تشترك في القناة وتعمل لايك الفيديو عشان نستمر بقى في ايه في السلسل اللي جاية دي يعني هيبقى فيه شغلة كتير وتعب كتير فترة جاية فاعمل لايك الفيديو وشترك في القناة ووعمل شير شير بيبالفرح بس كده شكرا جدا لك عم شاهد بيديو الاخر وشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاية سلام اشتركوا في القناة